طبعا مكالمة مهمة جدا جدا في مسيرة أشرب بن شرقي مع نادي الزمالك الجملة في نهاية في وسط حديثه وفي نهاية أو في ختام حديثه تؤكد رحيل أشرب بن شرقي عن نادي الزمالك إنه هو كلاعب محترف بيحب إنه هو يروح أو ينتقل إلى في مسيرته إلى أكتر بالنادي ما بيعودش في نادي أكتر من موسمين ثلاثة في ظل الأوضاع غير المستقرة الإدارية الموجودة داخل نادي الزمالك لا تشجع أي لاعب محترف على الاستمرار داخل النادي وخاصة لما يكون اللاعب ده نجم ونجم كبير وعنده عروض مغرية عنده عرض من نادي الشرق الإماراتي عنده عرض من نادي الدحيل القطري اللي انتقل إليه التونسي فرجاني ساسي إذن أشرف بن شرقي يقترب بشدة من الرحيل عن نادي الزمالك حسين لبيب هيعقد جلسة مع كارتيرون ومع لاعبي نادي الزمالك كارتيرون بعد ما يرجع من الأجازة ومع لاعبي نادي الزمالك مصافتحي طالب 15 بليون جليه علشان يجدد عقده معنات زمالك في الموسم الواحد تم إحالة حمد النقاز للجنة الانضباط في الدوري السعودي بسبب توقيعه لنادي الزمالك نروح سريعا لأخبار النادي الأهلي